اشتركوا في القناة والخصوم دي القديد الوحدة التورابية دينا ونتمو كيب كيب تعرفو كين هاد الوضع الراهن اللي كي في المحيط دينا والاستقرار اللي كي عرفوه بعد الجيران دينا يعني ضروري من ناخدو الحيطة والحادر ونعرفو عشنو كيمكن لنا نساهمو إلى جانب ديبلوماسيا الرسمية واللي على رأس جلال الملك نصار الله كين ديبلوماسيا الموازية اللي فيها البرلمان فيها المجتمع المدني والأحزاب اللي ما لها الديبلوماسيا الرياضية وهدو كلهم خصوم يدفروا جدود ديالهم باش نحقوا ونعاونوا هدو الإيجابية ديال هدو القارار الأممي بالنسبة لحزب أصر والمعصر شنين النقطة الأساسية اللي غديركز عليها في هدو اللقاء بالنسبة للحزب أصر ومعصره هو اللي طلب هدو اللقاء هدو يعني الوضع الراهيم باش نعرفوه بفضل الموحيط اللي كتعرفو هدو هدو الموحيط الجيهوي والإقليمي ديالنا وهنا بغينا يعني نكونوا على الأقل الأقل كانوا برلمانيين كان ساهموا في الديبلوماسيا أنا سنعتقد أنه فريق الاشتراكي سنعتقده على أنه أو الفلتحات الاشتراكي بيككل تعتقده أنه هدو هدو نغيزول سعادة توصية الأخيرة كانت توصية في صالح المغربي لأنه ما كيش فيها شي تغيير كبير أولا 6 شهور ديالا المينورسو ثانيا ما ترحتش دكش دي الحقوق الإنسان اللي دائما كين فيها إشكالات وتعتقد على أن الديبلوماسيا المغربية لعبت واحد دور كبير وأساسي في بلورة هذه التوصية شوف الآن مؤخرا الاعتقالات اللي تمت في تندوف يعني الاعتصامات اللي كينا كين الناس اللي كيناديوا بتطبيق الحكم الداتي كين الناس اللي كيقلبوا إلى المساعدات واللي كتجي من الخارج واللي ما كتوصلهمش كين عندهم مشاكل اللي كيترحق الإنسان بعدين يبدأ براسه أما احنا في المغرب فأنا كنا اعتبروا أننا متقدمين بشكل كبير في مجال الحقوق الإنسان بشهادات كل الدول على المستوى الخارجي شكرا ماذا سيعبروا عنه حزب دستقلاف هذا الاجتماع مع ناصر بوريتا أولا ما شف هذا ما نعبر عنه أولا نخص نحن اليوم بجينا باش نسمعوا الحكومة دي تعطينا تقرير حول يعني التطورات الأخيرة حول قضية الوحدة الترابية بمعنى أن هذا اللقاء اليوم ما شف فيها أخذ ورط هي لقاء للتواصل يعني ولي فتح النقاش والحوار بين ممثل الشعب وتمكنه من أخر مستجدد التي حصلت حولها هذا الملف وخاصة بعدها اجتماعات جونيف نعم حدثة حزب الاستقلال في هذا الاجتماع سيركز على ما يجري في تندوف خاصة في قضية حقوق الإنسان وبطبع الحالة هذا من بين الدفعات التي يعني ليس فقط حزب الاستقلال الدفعات يعني التي معتمد عليها على المشتوى الدبلوماسي في هذه القضية وأنه لا بد من استحضار الوضع الكارثي اللي تعيشها يعني الساكنة ديناف المحتجزين في دندوف لا على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى الحقوقي إذن فهذا الملف حاضر بقوة يعني في جميع المفاوضات اللي كيقوم بها ممثلين ديناف يعني على المستوى الدولي وهذا بطبيعة الحال هذه اللقاء الأساس دياله هو أنه لا بد من تعزيز دبلوماسيا البرلمانية لا بد من تعزيز دبلوماسيا البرلمانية لا يمكنه يعني أن تكون إلا مساعدة للديبلوماسية الرسمية التي تقوم بها الحكومة من خلال وزارة الخارجية إذن فهذا اللقاء هو لتبادل الرأي والنقاش هو جعل النواب في الصورة ما يحدث من تطورات خلال هذه القدر